مرحبا اعزائي ومتابعي قناة بلين بعيون عربية الفيديو مات اليوم كيف راح افتح الاي كلاود في متصفح جوجل الطريقة جدا سهلة وبسيطة بس قبل ما ابدأ الشرح لا تنسوا ندعم قناتي باشتراك لايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصل كل شي جديد من عندي تعرفون احنا نفتح الاي كلاود في متصفح جوجل لعدة اسباب بعض الاحيان نحاول نوجد الهاتف اذا ضاع الهاتف وما في عندنا هاتف ثاني مرتبط بالاي كلاود فنفتح من متصفح جوجل حتى احنا نوجد الهاتف ايضا في بعض الاحيان نحتاج انه نشاهد الصور اللي احنا نخزنيها داخل الذاكرة السحابية الاي كلاود حتى نحاول نحذف او نوجد اي صور احنا نريدها فاجان الامس هذا السؤال فحبيت اعمل لهذا الفيديو للمتابعة فخلين نبدي من داخل المتصفح كيف راح نفتح الاي كلاود هناك حتى ادخل افتح الاي كلاود مالتي فيه متصفح جوجل راح ادخل على تطبيق جوجل واترك هذا الرابط اللي راح اتركه بصندوق الوصف ادخله بالعلى بالبحث راح ياخذني الهاي الصفحة راح يقول للمتابعة بهذا الاي كلاود فاني اكتب لنا عم تقدر دخل انت الاي كلاود اللي انت تريده اي اي كلاود الان لازم ادخل كلمة السر مالتي فاني راح ادخل كلمة السر بعد ما دخلت كلمة السر راح اعمل متابعة راح يظهر عندي الحساب نفسه مالتي اللي موجود على الهاتف من ضمنها اللي رادوا الصور اللي مخزنا فالصور لو دخلت عليها هنا راح تشاهد مئات الصور اللي موجودة اللي حتى انت كناسيتها بالتواريخ معلتها وكل شي راح تلقي الالبومات راح تلقي كل شي راح تلقي هنا فاللي هذي فقط اللي مخزنا في الاي كلاود اما غير صور ما راح تلقيها الا داخل هاتف فهذا اللي سألني كيف راح افتح داخل المتصفح ايضا فائدة هذا التطبيق انه لو فتحت لو ضاع الهاتف تقدر تدخل منه وبعد ما تدخل راح تظهر عندك الهواتف اللي مسجدة بهذا الاي كلاود واللي راح تكون موجودها بالمكانات مالتها فمثل ما تشاهدون هنا راح ينطيك مواقع الهواتف مالتك فاذا سرق اي شي تقدر تدخل عليه وتبلغ واني شارح عليها ايضا وايضا ينطيك التذكيرات ينطيك اي كلاود درايف والملاحظات هذا اللي حبي تشرح لكم اياه وهذا كلش مهم انه تفعلون هذا الخيار اذا لا سامح الله انسرق عتكم هاتف تقدرون تتبعون تقدرون تشاهدون وين صار الهاتف مالتكم بطريقة جدا سهلة وبسيطة نهاية الفيديو اتمنى استفاديته لا تنسوا دعم قناتي باشتراك ولايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار كتبوها بالرسائل انا حاضر وشكرا لكم مع السلامة وعذروني ترى انا مصاب كورونا وصوت شوية كلش متأير مع السلامة